في الفيديوهين اللي فاتوا رجعنا الكاريو تايب والكروموسومات المحددة للجنس عشان نمهد ان احنا نتكلم على النظرية الكروموسومية او الكروموسومال تيوري طبعا الشكل التوضيحي اللي هنشرح عليه دلوقتي مختلف عن الاشكال التوضيحية اللي قبلك خلا نبدأ ان نقول ان في علمين واحد اسمه ساتون وفي واحد اسمه بوفري دول في سنة 1902 اسسوا حاجة اسمها النظرية الكروموسومية عايزين بقى نتكلم عن ايه عن اسس النظرية الكروموسومية دي اول حاجة قالوا ان توجد الكروموسومات في الخلايا الجسدية في شكل ازواج متماثلة اللي هي السوماتيك سال احنا عايزين بقى ايه نخلي الكلام عملي عشان نستفيد فين بقى الخلايا الجسدية قلنا الخلايا الجسدية هي ايهاي صح كده نجي لخلايا الجسدية اللي شرحناها في الفيديو الاولاني توجد الكروموسومات اللي هو الكروموسوم اللي هو ده في الخلايا الجسدية في شكل أزواج متماثلة مش قلنا دول أزواج متماثلة 2N بعدين خلينا نرجع تاني أنا عايز أسأل سؤال هنا أشوف مين منكم المركز معايا هل الخلايا الجنسية هي دي اللي هنا ولا هي دي حتى دي وضحناها في الفيديو التاني كويس جدا إحنا اتفقنا أن لو أنا عندي خلية من مثلا المبيض وبتعمل انقسام ميتوزي هتدينا 2N هتبقى كأنها خلايا جسدية عادية جدا بيكون فيها 46 كروموسوم لكن لو بدأت تعمل انقسام ميوزي اللي هو المياطيك ديفيجن دي بعد كده بتنتج حاجة اسمها الخلايا الجنسية أو الأمشاج اللي هي تحت هنا دي اسمها الخلايا الجنسية السكس سيلز أو الأمشاج الجاميتس يبقى هما قالوا ايه بقى في النقطة دي تحتوي الخلايا الجنسية اللي هي السكس سيلز أو الجاميتس على نصف عدد مش احنا قلنا بدأنا باتنين قن خلاص بقى نص العدد نتيجة الانقسام الميوزي لخلايا المناسل حيث تنفصل أزواج الكروموسومات المتماثلة إلى مجموعتين متساوتين من الكروموسومات تتوزع على الأمشاج يعني ال 46 دول يا جماعة أنا عزيب معلش نرجع هنا تاني خلاص ال 46 دول إلا هيحصل بالزبط هيجي هنا ده كل البينك دول هيروحوا في مكان كل الزرق دول هيروحوا في مكان ده إيه يبقى ده ذكر يبقى هنا عندنا حيوان المنوي لا هيكون 23 كروموسوم دول وآخرهم واحد هنا قصير وال23 كروموسوم دول وآخرهم واحد طويل ده ال X وده ال 1 وقلنا البويضة موضوحة أسل من الحيوان المنوي لان ليه لان هنا البويضة كده هتاخد نص اللي موجود هنا يبقى هنا يكونوا 23 هنقولنا دول ستة واربعين دول تو N برضو ده هيبقى N وده هيبقى N دي 23 وهيبقى في الآخر برضو هنا X كده عادي وال X كده عادي من غير لقصير ولا طويل كلهم هو نفس الطول اللي هو ال X اللي هو هنا هوا زي ما احنا شايفينه يبقى دي ال point التانية او النقطة التانية هنيجي بقى عند الاخصاب هنا هوا ويحصل اخصاب اللي هو يعني ايه ال fertilization الاندماج المشيج الذكري اللي هو هنا هوا المشيج الذكري هنا ده ال sperm عند اندماج المشيج الذكري مع المشيج الانثوي اللي هو البويضة ال ovum لتكوين الزيجت ده اسمه ده الزيجت هنا بقى بيبقى N وهنا N N زائد N ما في يعني بتاع التدائي خالص 2N يعود العدد الزوجي للكروموسومات من جديد 2N يرجع تاني N زائد N اهو N هو زائد N طبعا شكلها ضربة معلش عشان انا بنضطر نكتب بالشكل ده عشان البورد N زائد N بيبقى T آخر جزء وهو خلينا كده تقع الجينات ده الجينات قلنا عليها قبل كده شرحناها في كذا حت تقع الجينات على الكروموسومات والكروموسوم الواحد قد يحمل مئات من الجينات يعني فيه هنا مئات من الجينات موجودة على الكروموسوم يبقى دي ايه أسس النظرية الكروموسومية خلينا ناخد حاجة أخيرة كده يا جماعة يعني بتيجي كتير برضو في الأسئلة ال amount of DNA يعني amount of DNA كمية ال DNA متساوية في جميع الخلايا الجسدية لنفس نوع الكائن الحي والعلم الحتة دي في تالتة تالتة سنوية هنلاقيها مفصلة أكتر لكن دي اللي تهمنا دلوقتي ان كمية ال DNA تكون متساوية في جميع الخلايا الجسدية لنفس نوع الكائن الحي ويمكن شرحنا الكلام ده على الشمبانزي وعلى بعض الحيوانات والنباتات وحشرة الدروسوفلة بعدين فيه نقطة مهمة ان كمية ال DNA في الأمشاج دي يعني مهمة جدا ودايما بيتسائل فيها تعادل نصف كمية ال DNA في الخلايا الجسدية طالما 2N دول هيتحولوا الى N في الأمشاج فهي هي نفس القصة بيحصل اختزال لنصف ال DNA من الخلايا الجسدية للأمشاج في بقى كده عايزين علش نجيب الرابر هنا كده هنفترض ان عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية هو 2X بالنسبة للعربي نقول 2C 2C يعني عايز بقى تفكرون معايا ايه هي عدد الكروموسومات الجسدية في نواة الخلايا الجسدية خلينا ناخد الانسان كمية 44 صح كده زائد XY هو عايز ايه؟ عايز عدد الكروموسومات الجسدية السوماتيك كروموسومس في نواة الخلايا الجسدية هتكون طبعا كده هنا ايه؟ احنا بنقول دول 2X يعني هما دول المفروض دول ال 46 وهنا دول ال 46 يبقى عدد الكروموسومات الجسدية في نواة الخلايا الجسدية هتكون ده يبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2X مينس 2 اللي هما اللي 2 بتاع الخلايا ايه؟ الجنسية الكروموسومات الخلايا الجنسية اللي هي هي هتكون 2 سين ناقص 2 طب ايه عدد الكروموسومات في نواة المشيج؟ خلينا بقى نبسطها يبقى 22 زائد X او 22 22 زائد Y يبقى عدد الكروموسومات الجسدية في نواة المشيج اللي هو المفروض ده ال 46 دول دول ال 2X ال X بتاعهم كام؟ 23 يبقى هنا هتكون X مينس 1 او سين ناقص 1 اخر حاجة ايه عدد الكروموسومات في نواة المشيج؟ الجميط عدد الكروموسومات كلها بقى في نواة المشيج؟ طبعا احنا قلنا هنا دول ال 2X يبقى هنا هتكون X او 23 يبقى هي السين خلاص كده؟ معلش الحتة دي طبعا معلش هنا عملناها عربي مجيز برضو عشان هنا وهنا ناشفنا بعديين خلاص؟ ياريت انتو بقى تببصوا عليها لان دي بتتسائل برضو فيها ساعات كتير كده الحمد لله نبقى خلصنا اخر فيديو في الكروموسومات والمعلومات الوراثية وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتكلم على قانون مندل الاول والثاني اشتركوا في القناة شكرا